بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الخمين أما بعد يا أحباب مع تمثيل الكسور العشرية على خط الأعداد تمثيل الكسور العشرية على خط الأعداد نروح للتمثيل على قول عشان نعرف ولحدد النقطة التي تمثل الكسر العشرية هنا بيقول لي 7 من 10 يعني هو هنا بقسم لي الواحد إلى عشرة شوف العشرة لما راحت للحد عشر استمناع عشرة أجزاءهم كده واحد اتنين تلات اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشرة عشان كده يبقى هنا الجزء كل شرطة من دول بجزء من عشرة طيب تعال نشوف بقى فين السبعة من العشرة اهي هدي كده واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة يبقى جيب تب فين اللي اتنين على العشرة ألف بس كده قبل بقولين عشرة ونص يعني عشرة يعني يعني وخمسة من عشرة نص يعني خمسة من عشرة نص من ايه من عشرة نروح للي بعد حدد العدد الكسر الذي تمثله النقطة نون هشوف هنا هو مقسم كام مقسم نص بس من اربعة لخمسة اعملها على اثنين هنمقسم على اثنين يعني انهو الخمسة دي متقسم هتبقى خمسة وواحد على اثنين خمسة وواحد على اثنين طب نون متسوق كام خمسة وواحد على اثنين يعني نص لانهو قطع المسافة نص وبعدين مقسم جزئين بس جزئ الاول انهو نون و جزئتان وسط لسن رقيس سلمة طول كتابها بسنتمترات اذا وصلت الى طرف الكتاب الى العلامة الرابعة بين عشرة اربعة على عشرة ما بين اربعة تشر وخمسة عشرة يعني اربعة تشر واربعة على عشرة ساوي اربعة تشر واربعة على عشرة اللي بعد كي هتوصل لخمسة عشرة الفرق بين تعييم نص على خط الاعداد وتعييم نقطة المنتصف نمسح دول ونكتب له الفرق بين تعييم نص على خط الاعداد وتعييم نقطة المنتصف اقول له نقطة المنتصف بين العددين النقطة المنتصف بين العددين اللي كنا لسه زي ما كنا من حد دلوقت لابد ان تقع بين العددين لكل من العددين يعني ويمكن ان تكون عدد محيح او عدد كسري اما نمسيل نصف على خط الاعداد نمسيل النصف على خط الاعداد من يمسح دول اما تمثيل نصف على خط الاعداد ليس بالضرورة ليس بالضرورة ان يكون بين عددين عادي ممكن نعمل نصف وربع بس بين عددين مش لازم يكون بين عدد اي ويمكن ان يكون كسر اعتيادي او كسر عشري يبقى نقطة المنتصف بين العددين لابد ان تقع بين العددين بين العددين يعني ويمكن ان تكون عدد صحيح او عدد كش اما تمشيل نصف على عدد على نصف على نخلي نعرف خط الاعداد على خط الاعداد ليس بالضرورة ان يكون بين عددين يعني ممكن اكتب ربع نصف تلات اربع مش عددين كابلين لكن عددين يعني تقول واحد واحد ونص اتنين اتنين ونص فاهمين عددين يعني لازم اقول واحد اتنين تلات اربع واجيب النص من لكن تمثيل النص على خط الاعداد ممكن يقول ربع نص تلات اربع ما جبتش عددين دي اسمها اجزاء من العدد فاهمنا ده الفرق يبقى الاول لازم يكون بين عددين لو نقطة المنتصب بين العددين يعني لازم يكون النص بين العددين يعني النص على خط الاعداد يعني ممكن اقول نص تلات اربع كده يعني ليس عدد صحيح احمل بقى عشان مطولتش عليكم حدد النقطة التي تمثل العدد الكسر يلا نشوف اتناشر و نص شوف اتناشر هو مقسم هنا على اربع مقسم على كام ادى واحد اتنين تلات اربع طب فين اللي في النص الفا اهي يبقى دي فا هي على اربع يعني في النص بالزبط وده التلاتة من اربع اهي ايبقى لعرف للاتنين يسول لو انت عاوزت واحد المقام ادرب في اتنين هيديك اربع ودي هتدرب في اتنين هتديك اتنين على اربع يعني الفا ده بتساوي اتنين على اربع ودي بتساوي تلاتة على اربع يعني نص يعني النص يعني الاتنين نص اربع الاتنين نص اربع خلاص كده اشانا انا احاول افهمكم مش عاوز احل كده وخلاص طيب هنا خمسة وتلاتة على خمسة وخمسة واحد على خمسة هو ما سم من على خمسة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة فل الواحد على خمسة بسيء تنفيذ ثلاثة على خمسة. صاد. لام أربعة على خمسة. وخلاص عندي الثلاثة بقت خمسة على خمسة يعني عدد صحيحي جديد. خمسة على خمسة يعني بقت عدد ثاني. يبقى انا عندي صاد. اللي هي ثلاثة على خمسة. وسين اللي هي واحد. حدد العدد الكاسر الذي تمثله النقطة نون. اللي ما لك هو مقسم على. لازم اشوف الاول هو مقسم على ك. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اه. يبقى انا واحد. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى نون بتساوي عشرة. وستة من عشرة. ثبعة تمانية تسعة. خلاص. يبقى هي بتمثلي. عشرة صحيحة. وستة من عشرة. فلاله انا كده تاني. عشرة. وستة على عشرة. تبقى نون اللي تحت. متقسم على عشرة. نا. تقسم على ك. دواح. دين. تلاتة. اربعة. خمس. يبقى نون اللي تحت دي. اتنين على خمسة. بس عب لها تمانية. هنا كده تمانية واتنين على خمسة. تمانية واتنين على خمسة. كده انه هو مقسم من على خمسة. بعد الغيط ما وصل لتسعة. داتة. تبعا. لغاية ما بقت ايه? خمسة على خمسة. نكمل. ارسم خطة اعداد سمعين عليه اربع نقاط تكون اهداها تلتاشر. تلتاشر وتلاتة على اربعة. اه. يعني انا لو رسمت خطة عداد كده. اه. هنا انا هبدأ هنا من تلتاشر. اسمه بس على اربعة. ده واحد. اتنين. تلاتة. والاربعتاشر هي الجزء الرابع. عرفت كده اللي انا اللي قلت لما باجع هناك. يبقى انا عندي اول حاجة. هنا هيبقى كام? ده هيبقى واحد من اربعة. والتاني ده هيبقى تلاتة من اربعة. يبقى كده تلتاشر. وتلاتة من اربعة. هنا اتنين من اربعة. ارضو تلتاشر. وده تلتاشر وواحد من اربعة. واحد يعني زودت على الاربعة. وطبعا الاخير تلتاشر واربعة من اربعة يعني السر عدد جديد. اربعة على اربعة يعني واحد. بعد يعني زودت بقى على تلتاشر واحد يعني ما اطار من اطار. اي عدد بقى على نفسه يجيلي واحد. يبقى اول عشان قال لي على الاربعة يبقى انا عرفت انه هم عسمني اربع اجزاء. تمام? يبقى اوله تلتاشر وواحد من اربعة تلتاشر واثنين من اربعة تلتاشر وتلاتة من ايه؟ من اربعة. هو اللي اسم قال لي وعرفني انه ياسم على الاربعة. مع العشرة كيف تعين هل عدد اتنين ونص على خط الاعداد؟ ايوه حلوة اوه. هنا ده اتنين وهنا ده تلاتة. اللي في النص ده هو. يبقى اتنين ونص. لان هو مقسم لهالي على الاتنين. مقسم للمسافة بين الاتنين والتلاتة الاتنين. ده نص. وخلاص ده بقى عدد كامل. يبقى هو مقسم هالي مسافتين بس. انا المسافة الاولى ودي المسافة الايه? التاني. خلاص. يبقى ده نص. كمام؟ ممكن برضو لو كانت عشرة على فكرة. لو قسمتهم الاتنين العشرة للتلاتة وخليتهم عشرة اجزاء. اجي برضو عند الخمسة من العشرة تبقى نص. لو قسمتهم على التمن اجزاء. اجي عند الاربعة على التمانية خلقها نص. بس احنا هخلينا كده. علشان نبقى متبسطين. والعملية سهلة وواضحة. اكتب العزد ستة عشر وسبعة من مئة. تت عشر وسبعة من مئة. سبعة من مئة. طيب اكتب العزد الحرف الذي يمثل الكسر العشري ستة واثنين من عشرة. ستة واثنين من عشرة. يعني انا هنقص بق. تاو اربعة من عشرة. ستة وثلاثة من عشرة. ستة. لا انا دي ستة. النقص ستة وخمسة من عشرة. أحنا نحن نتري انا دي سب'tة من عشر. خلق السبعة من عشرة. خلق السبعة من عشرة. ستة واثنيين من عشرة. خلق السبعة من عشرة. خلقة ستة وواحد. ستة واثنين. ستة وثلاثة. ستة واربعة من عشرة هنا ستة ونص وخمسة ونص وعاوزنا نجيب له ستة واثنين من عشرة لازم نفكر فيها وده خلاص تفضح حتى أبطال بس هنا الخمسة دي علشان توصل هنا لز низة وستة من عشرة سبعة من عشرة، تم مليمة من عشرة تسعة من عشرة وعشرة من عشرة الن Cruz一定 وستيج日 و 연� informação وستة وخمسة. ماقسمنا على ايه? خلاصة فهمنا? يبقى ده واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة يبقى ستة. وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة بعته خمسة. مين بقى اللي هو الاتنين اللي هو نون? اللي هو ايه? نون. انا لازم نشوف احنا بنعدها ازاي? هو ماقسم لي من خمسة لخمسة ونقل كل واحد خمس اجزاء. انا ستة وخمسة بدأت الستة من الان هو يبقى ستة واتنين من العشرة اللي هي نون. بالكسر اللي اعتياد على صورة كسر عشري والعكس. انا واحد وخمسين من مية كده. كده. ستة وسبعين على مية. مانية من مية. لازم تحط صفر عشان هنا من مية. من مية لازم تحط صفر. هنا هو هتنساء. وهنا تسع من مية يعني تسعة على مية كده. يقول لي هنا. دول كام اربعة من مية. كده. اربعة من مية. وارجلا كده. اربعة من مية. هنا واحد وعشرين من مية. واحد وعشرين من مية. اربعة من مية. اربعة من مية. يا فقط. اربعة من مية. اربعة من مية. إضرب قوص صاخري حتى تجمع مفترة في respecto حتى الحف Québec اضرب ده في أثنين وده في أثنين يساوي. اضرب ده في أثنين وده في أثنين يساوي. ممكن تضرب في تلاتة ممكن تضرب في أربعة عملة المهم اللي تضرب في فوق تضرب فيه تحت. لكن أنا بنضرب في اثنين عشان يكون سهل. تبتب القصور من الأكبر إلى الأكبر ما ينفعش لازم أوحد المقام طب ينفع أوحدهم كلهم عشر لا، الأربعة ما ينفعش تبع عشر أخليهم عشرين أخليهم إيه؟ عشرين يبقى نعمل عشرين بطلة عشرين بطلة عشرين أول حجة دربت العشرة في كام، عشان تبع عشرين ت 꼭 أعضرب السبعة في اتنين برضو الـ epidemic يقيم و ведь يقيم الـئرinde يأخد في خمسة هتكون الحجة يبقى تعالى نركبهم بقى من اصغر واحد اللي في النص اللي هو ده ومين اللي بعده ده بقم اتنين ومن اللي بعده رقم تلات واحد اتنين تلات ممكن بقوا انا رتبهم له بقى من الاصغر تاني اقول له كده تمانية على عشرين فصله اربعتاشر على عشرين فصله خمستاشر على عشرين اوه ده الترتيب معه لازم نوحد المقام اي نفعش رتب من غير بواحد مقام لازم توحيد المقامات وساعد نسبت المقام لو ينفع وما ينفعش اشوف اللين فعل قاسم مشترك بينهم كلهم هو العشرين بس كده عشان ما طولش عليكم كده خلوص الدرس بتاعنا اشتروا علي بالدعاء واللايق والاشتراك في القناة وارسل القناة للزملاء والأصدقاء والأقارب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة